حياكم الله مشاهدين في حوار مساء جديد أصبحت جريمة انتحال الشخصية من الجرائم التي تؤرق الأجهزة الأمنية على مستوى العالم يتفنى المجرم هذا النوع من الاحتيال ويلبس الأقنعة بكل حرافية حيث ينسب نفسه لقوات الشرطة أو الطب أو الإعلام وغيرها من المهن بمختلف أساليب الخداع والغش ليرتكب جريمته ثم يتبخر من أمامك كأنه كان وهما اليوم معنا الرائد عبدالله راشد علاي النقبي رئيس مركز شرطة المناطق الصناعية في الشارقة وهو ضيف ليس بجديد علينا حياك الله أسلام الله يرحب فيك الله أسلام نحن نأخذنا مختصر تقرير عن الموضوع إن شاء الله بنعرض على المشاهدين ونشوفه إياكم ثم نعود إن شاء الله الحوار إذا مشاهدين إلى هذا التقرير من إعداد الزميل على اللولو ومن ثم لنا نعوده مع الرائد عبدالله يحرص رجال الشرطة على التعامل مع أفراد المجتمع بشكل إيجابي ومتميز وإبراز الوجه المشرق للأجهزة الأمنية والشرطية التي ينتمون إليها على الرغم من أن طبيعة عملهم تفرض عليهم في أحيان كثيرة نوعا من السلوك والانضباط والجزم والحسم في المواقف التي تحتاج إلى ذلك في حدود التشريعات واللوائح القانونية التي تحدد الحقوق والواجبات لأفراد المجتمع يستغل بعض ضعاف النفوص صفة الموظف العام المختص بتأدية عمل معين خاصة ضابط الشرطة وينتحلون صفة رجل الأمن اعتمادا منهم على الثقة التي يوليها الجمهور للموظف العام ورجال الأمن باعتبارهم ممثلين للسلطة العامة وسجلت شرطة الشارقة خلال العام الماضي 13 بلاغا حول انتحال صفة رجال الأمن فيما بلغ عدد البلاغات حول نفس الموضوع خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 13 بلاغا أيضا وذكرت الشرطة أن معظم تلك الوقائع كانت في المناطق الصناعية حيث يقوم بها عدد من الفئات الأسيوية مما دفعها إلى إطلاق حملة موسعة لتوعية المجتمع بهذه الجريمة مضحة أساليب هؤلاء الإجرامية وقامت الشرطة خلال الحملة بتعريف الجمهور بما هي عمل رجل الأمن الحقيقي وطرق التحقق من هويته موسيقى حضرة رايد عبدالله مثل ما شفتم في التقرير وهناك أهمية خاصة أنتم كرجال الأمن يمكن أن أخذتم موضوع الأمن أكثر منها الإعلام والطب لأن تلك حالات مختلفة فيها منها التشهير ولكن رجل الأمن هو حالة خاصة لماذا؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم رجل الأمن والعلاقة اللي يتمتع فيها مع المجتمع علاقة اجتماعية وطيدة وكبيرة العلاقة هذه لازم تستمر ما بين الطرفين ما بين رجل الأمن وما بين المجتمع اللي هو يحس أنه قاطن أو في مكان يشعر به أن بالفعل الأمن متوفر الأمن متوفر في مجتمع يسوده الشعور بالأمن وأن طبعا الأمن وزارة الداخلية وضعت استراتيجية خاصة للقيادات وهي جعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دول العالم أمن وسلامة وأمان من هذا المنطلق نحن رأينا أن الجريمة اللي تعرضتنا طبعا في التقرير اللي شاهده السادة المشاهدين اللي هو انتحال صفيد رجال الأمن شكنا أن القضية هذه قضية مهمة جدا طبعا ممكن أنها يتأثر على العلاقة الموجودة ما بين المجتمع ورجل الأمن وبالتالي كسر الثقة قد يؤدي إلى آثار سلبية صحيح تؤرقنا حقيقة نحن في قيادة الشرطة وذلك لعدم ثقة الجمهور بالشرطة وبالتالي عدم إيصال المعلومة أو عدم إيصال البلاغات الموجودة بدل من أن يصبح رجل الشرطة هو الداعم والمغيث يصبح هو طرف من المشكلة نعم إذا توجهنا إلى قانون العقوبات الاتحادية وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة أين نضع هذه الجريمة ضمن قانون العقوبات نعم القانون العقوبات صريحة والمشرع الإمارتي جرم الواقعة هذه بشدها سواء كانت بانتحال صفة عادية أو صفة عامة أو صفة اعتبارية شخصية اعتبارية القوانين جرمت الفعل هذا وأن العقوبات ستكون متفاوتة على حسب الجرم الذي يقع فيه الشخص هذا نفسه الضرف المشددة ستكون متواجدة لأن الشخص هذا ارتكب الفعل هذا للوصول إلى مبتغى غير شرعي سواء كان سرقة شخص أو احتيال على شخص معين الانتقال أو الوصول إلى ممتلكات الشخص الآخر والوصول إليه بطريقة احتيالية نعم نحن ما نتكلم حين حاليا بنتكلم على الموضوع وهو الهدف المعني في الحملة التي أطلقناها هي رأيت ولا تخبرناها الحملة هي أطلقناها هي تحت مسمى هل هو رجل شرطة حقيقي نعم استهدفنا فيها ثلاث لغات موجودة اللي هي اللغة العربية مثل ما طروحيني اللغة العربية واللغة الإنجليزية راوي الكلمة نعم واللغة الأردو نعم هي ثلاث لغات طريحات شفنا المجتمع الموجود عندنا في المناطق الصناعية مجتمع متعدد اللغات بس نحن نقول لغة السايدة الموجودة هناك اللي هي اللغة الأردو وشفنا منهم الضحايا من جراء تلك الجرائم بالفعل أن الضحايا العدد الكبير من الأسيويين من تقولهم أن الشرطة مثل رجل الأمن يخاف أنه شو الحقوق اللي هو يتوجب عليها أنه يطلبها صحيح زائرين للدولة فبالتالي لا يعرف القانون لا يعرف شو الواجبات أو شو الحقوق اللي هو تمتع فيها قبل أن ندخل الشخص هذا الذي يتخذ هذه الصفة والشخصية الانتحالية لماذا؟ شو الأهداف من وراء ذلك؟ الهدف اللي نحن طرقنا له وبعد الدراسة اللي قام فيها الحقيقة يعني حسنا ما نصب حقوق موظفينا يعني ما أطلقنا الدراسة هذه أو الحملة هذه إلا بعد دراسة علمية أكاديمية قام بها أحد الموظفين عندنا في المركز ضعب طبعا بردفة ملازم أول مصبح ليه ماحي قام بدراسة علمية أكاديمية ميدانية بشأن الظاهرة هذه بدرسنا الظاهر والنتائج السلبية وأسباب وقوعها أسباب الوقوع طبعا معظم الأسباب وهي الوصول إلى الكسب السريع وخاصة في المناطق الصناعية في مناطق أخرى ممكن أنه توصل إلى حاجة غير مشروعة أو حاجة نفسية غير أخلاقية بس نحن في المناطق الصناعية هي أكثر شيء أنه نحاول أن يوصل إلى الكسب الغير مشروع السريع عن طريق أنه طلب أنه يطلب محفظة الشخص الآخر هذا يقول له نحن شكينا فيك أنك أنت صارق بعض المبالغ في مبالغ ضائعنا واشتبهنا فيك أنت ماخدنا وبالتالي يستولع على المحفظة المحفظة نعم نعم فبالتالي السبب هو قيام الأشخاص هذه اللي بارتكاب الجرم هذا نحن نقوم بعدد دراسة أنه للحصول على المال أو الكسب غير مشروع نحن الحمد لله طبعا نطمئن المشاهدين والمجتمع في دولة المرات أن هذه الظاهرة غير متكررة بشكل كبير إذن فليست ظاهرة ونمي حالات بسيطة ولكن أنتم كجهة مسؤولة رأيتم أن تضعوا المبادرة وتشدوا بأيديكم على إخفاءها من الوجود نعم نعم هي صحيح مثلما اطرقت هي مبظاهرة بعض الجرائم البسيطة أو العداد القليلة يعني ليس العداد الكبيرة نحن طرقنا للموضوع هذا لأننا نحن واثقين كل الثقة وأن الثقة ما بيننا وما بين الجمهور ثقة متينة الحمد لله وما نرضى أي شخصية زعزع ثقة هذه ليش لأننا نحن والجمهور جزء لا يتجزى من الدولة الدولة ولله الحمد تتمتع بأمان وأم تام ولله الحمد نرى هذا الشيء هذا طبعا مش نحن نقول نحن القاتلين أو أبناء البلد نرى أن الأشخاص هذه الزائرين موجودين يعني في بعض الأشخاص يجونا يقول أنا أول مرة أحس في الأمن خارج بلدي الحمد لله نعم تتمتعون أترك بيتي مثلا طلق ما في مجرمية سيارتي في الفاركنج ما تعرض لأمور هذه كلها فمن منطلق هذا نحن يعني ما نرضع إلى أي شخص أي زعزع الثقة اللي ما بيننا وبين الجمهور فخذنا الحملة هذه إن شاء الله وراح تكون فيها حملات أخرى ومراحل أخرى تتبعها سلسلة إن شاء الله نعم تتبعها سلسلة إن شاء الله للقضاء على الجنة كلها طبعا بهدف التوعية وإعلام القاتلين في الدولة الخطوات اللي هي فعلا واجب اتباعها في حال تعرض أي شخص كان لمسائلة عن إبراز هويته أو محفظته أو حتى تسليم أي غرض إن كان شو اللي واجب عليه هنا يتبع نحن ما نقول واجب أو نقول خطوات نقول حقوق حقوق نعم يعني أنا كرجل أمن عندما أستوقف أي شخص في الشارع الشخص هذا الأستوقف على حقوق ولازم يعرف الحقوق اللي هو يجب أن يتمتع فيها الحقوق المفوضة أنه يكون فاهم منها نعم الحق أي رجل أمن يستوقف في الشارع سواء كان رجل أمن ذات زي عسكري أو زي مدينة لك الحق أنك تستثر من الشخص هذا وين ما حل عمله الاسم الرقم العسكري وين ألتجه تأكد أمي بالمية ما في رجل أمن أثناء في الطريق يقول لك أعطني محفظتك طبعا يسألك على الهوية البطاقة المحفظة والأمور هذه كلها لا الأمور هذه كلها إذا كان لها إجراءات تفتيشية طبعا إجراءات قانونية مرتبطة فيها مرة تكون في الشارع تكون لها في مركز مختص أو تكون في مكان مغلق في المركز أو أي مكان آخر يدفع للقيادة العامة شرطة الشارجة بس نقول الحقوق الموجودة عندما يقوم شخص بإيقافك يقول لك أنا من الشرطة لك الحق بيطلب البطاقة العسكرية بطاقة العسكرية شوف بيانات السيارة اللي هو يستقلها خذ البيانات السيارة سجل بيانات السيارة سجل الاسم بالكامل لك الحق أنك تطالع أو تنظر للبطاقة نفسها تقرأ الاسم الصحيح وبإمكانك أن نسجل الاسم والسجل الرقم العسكري هذا بالعكس هذه حقوق طبعا هناك أيضا هل يمكن للشخص الذي يعني توجه لي أني أخذ عقب أن أخذ بطاقة مثل ما وضحت أن أتصل مثلا في غرفة العمليات المركزية ثلاث تسعات أو حتى في خدمة أمان ثمانية ثلاث تسعات والتأكد من هذه البيانات وهل سيسمح لي رجل الشرطة أو رجل الأمن بأن أخذ وقته في الاستفسار نعم الحقوق موجودة خذ وقتك وهو جاي بعد أن يأخذ وقته في أرقام موجودة التواصل موجودة للجمهور ثلاث تسعات أو الأرقام التواصل لكل إمارة أو نتكلم عن إمارة الشارع بشكل خاص على خمسة ثلاثة وحدات خمسة ثلاثة أربعات صفر ستة طبعا أرضية أو عدنا مثلما تطرقت خدمة أمان خدمة نجيد اللي هو ثمانية واحد خمسة واحد كانت بعد تصال المعلومة للأشخاص هذه والتأكد من صحة الشخص أو الشخص المعني اللي قام باستيقافك في الشارع تتأكد منه بالفعل رجل أمن حقيقي أم لا رجل أمن حقيقي خلاص أنصار أنا للأوان أو شو الطلبات الموجودة فيه تأكد أن الطلبات راح تكون مجرد اثبات شخصية أو مركبة أو طريق ما راح تكون لك منقضيات شخصية اللي إذا كان فيه هناك أمر قانوني صادر من الجهات القضائية القضائية هاي حقوق الأطراف التي هي متضررة في هذه من جراء وقوعهم كفريسة مثل هذه الجرائم عندما يلجؤون للمركز أو للجهات تحريك البلاغ حقيقة يقوم عندنا المحقين الموجودين باستفاء كامل شروط البلاغ وعدم ترك أي شائبة في البلاغ وذلك عند حضور أو عند ضبط المتهم نحن ما نرضى أن المتهم هذا يطلع بخطأ قانوني أو خطأ إجرائي في القضية لا لازم نشد على أياد المحقين الموجودين عندنا كلهم يجمع حال بكامل محتوياته وذلك اللي طاحه بالمتهم أو المجرم اللي يرتكب هذا الجرم هذا لأننا طبعا ما نرضى لأنه بالفعل يأثر على علاقة نبه المجتمع طبعا الآن ما شاء الله انطلقت من الشارقة هذه المبادرة نعم انطلقت من تاريخ أمس تاريخ تقريبا كان ثلاثين ثلاثة مستمر على مدى ستة شهر على المناطق الصناعية الموجودة في مدينة الشارقة أولا لكن رأينا أننا لازم نتجه إلى جميع المناطق الصناعية الموجودة في إمارة الشارقة لماذا المناطق الصناعية بالذات هل أنها فئة من الناس ليس لديهم الدراية أو الخبرة أو التوعية الكافية لأن يتعاملوا مع مثل هذه الحالات استاذي هناك فيه ما يسمى الثقافة القانونية الثقافة القانونية موجودة عند كل شخص صحيح هناك شريحة من الشرائح موجودة في المناطق الصناعية لا تعرف حقوقها لا تعرف فنحن بدورنا بالحملات التي نعملها وبالاجتماعات وبالمحاضرات نحاول أن نثقف الجماعة نثقف المجتمع بالثقافة القانونية الموجودة لماذا؟ لأن الثقافة القانونية بالفعل قد تؤدي إلى خفض المعدلات الجريمة الموجودة قد تؤدي إلى خفض معدلات الضحايا الموجودة عندنا في المنطقة أو في مناطق أخرى بشكل عام طبعا أنت تكلمت عن الثقافة والشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية طبعا ما شاء الله عليكم هل هذه الاستراتيجية لقيادة في الشارج أنهم يجعلون من الشارقة من أكثر المدن أمانا في العالم؟ الحمد لله طرقنا نحن لموضوع الثقافة سيدي حاكم الإمارة ولله الحمد شد على أيادي جميع الطلبة وجميع الموظفين حتى وصلنا لمرحلة يا أبنائي تعالوا ما بغيكم تدفعون تعالوا ترسوه بالمجان أرقوه من نفسكم أو من المستواكم التعليمي شفنا أننا معدرات قبل نتكلم على البكالوريوس نحن نتكلم نحن على معدرات كبيرة في المجستير معدرات كبيرة في مرحلة الدكتوراه فالأمر هذا أدى إلى بالفعل أن المجتمع بدأ في حالة أو في ارتفاع في معدرات الثقافة بيأدي إلى إلى التفكير الصحيح صحيح نعم قبل ممكن نحن نفكر أنا رجل شرطي بعصى وفي الشارع لا أصبحت أنا رجل شرطة مجتمعي نعم أخذ يعني أنا ما أقدر أشتغل إلا إذا كان المجتمع وياي ولا المجتمع يشعر بالأمان إلا إذا كنت معه إذا كنت نعم تغيرت الفكرة الفكرة هذه انطلقت طبعا من من الوزارة الداخلية من سيدي سمو الوزير أطلق أنه لازم الشرطة تغير من الشرطة التقليلية المجتمع والشرطة وبالتطور إن شاء الله ونتمنى أنها تكون أكبر وكبر طبعا نحن نقدم أيضا التحية لسيدي سمو الشيخ سيد بن زايد يعني وزير الداخلية على على اهتمامه وأنه أيضا وضع لكل الدوائر أن تعمل بوحدات خاصة ومن ثم تحت أمر واحد في النهاية لذلك المبادرات تخرج من كل مكان ويتبعها الآخرون في باقي الإمارات شكرا لتواجدك معنا اليوم ونحن سعداء بمثل هذه المبادرات ونحيي الضابط أيضا اللي ما شاء الله قام بهذه الدراسة ونوجه لأكبر تحية من قناة الضفر ونتمنى أننا دائما العمل يكون دقوب لخدمة المجتمع شكرا لك الله يسلم إذن نشكر رائد عبدالله راشد علايا النقبي رئيس مركز شرطة المناطق الصناعية في الشارقة نبقى معكم في مساء الإمارات مشاهدين ولكن بعد هذا الفاصل